الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما قلت أنت وأه من تحتها يالله كمّل لي هذه قد جعل بك تحتك زرية وهزي إليك بجدع محرك تصاقط عليك وطبا جنيا فاكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فاكولي فاكولي إني ندوت الله ماني صوما فلا أكل إما اليوم إن شيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مي ملقي شيئا فليا يا أستهارون كان أبوك ملع سوعك وما كانت أمك بغيا فأشارك إليه قالوك فاكلموا إن كانت في المهج صبيا قال إني عبد الله أهتاني كتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما قلت وأصطعني بالصلاة وكاتما ضمت حيا فضلا بوالدتي ولس يجعلني جمارا جقيا والسلام عليك يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم والسلام عليك والسلام عليك أيها الملاك الطاهر يوم أولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا عبد الرحمن فارح مشاهدين الكرام الطفل المعجزة يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم بل ويحفظ أطول صور القرآن الكريم اخترنا لكم هذه الليلة بصوته ما استمعتم إليه من صورة مريم عليه السلام لا يسعني مشاهدين الكرام إلا أن أطبع على جبين الفتى على جبين الملاك عبد الرحمن قبلة إعجاب وإجلال وإكبار هذا الفتى هو أمل الجزائر مشاهدين الكرام أدعو معالي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأستاذ بالخادم الأستاذ بالخادم لتتويج الملاك عبد الرحمن ببرنوس الفارس فارس القرآن الكريم رفقة السلام